تعتبر العلاقات البحرينية المصرية نموذجا يحتذا بها فهذه العلاقات شهدت تطورا ملحوظا خلال الفترة الحالية رغبة من القيادتين الحكيمتين بتعزيز أواصرها على كفة المستويات الزيارة المرتقبة لجلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية تحمل بين طياتها دلالات عدة من أبرزها دعم جلالته للمرحلة المقبلة من التطوير والتنمية في مصر قضايا عربية وإسلامية تنسيق مشترك حيالها تطابق في الرؤى تاريخ عريق يلغي المسافة الجغرافية فالبحرين ومصر بلدان سعى كل منهما للتقرب من الآخر بخطوات واثقة تكاتفت أيديهما وتوحدت جهودهما من أجل أن تتقدم هذه العلاقات وتصبح اليوم نموذجا للعلاقات العربية فمصر وقفت وساندت مملكة البحرين في كل ما من شأنه أن يحافظ على أمنها واستقرارها حتى تركت تلك المواقف أثرا في تطوير هذه العلاقات وترسيخها طبعا هي علاقات تاريخية تمتد إلى سنوات طويلة قدر جلالة الملك في عهده أن ينقلها إلى مراحل مبطورة جدا نعتز فيها سواء كانت على مستوى الشراكة الاقتصادية العسكرية الأمنية وعلى جميع المستويات حقيقة ومواقف البلدين دائما مواقف متقاربة نعتز فيها وهي نموذج للعلاقات العربية المشتركة تعتبر العلاقات المصرية البحرينية علاقات ممتازة ومميزة وتضرب في التاريخ جذورها وطبعا لا ننسى دور مصر المحوري ودور مصر الاستراتيجي في القضايا العربية والقضايا الدولية والخليجية ولا ننسى دور مصر في الوقوف مع مملكة البحرين في كل الأزمات زيارة جلالة الملك المفدى لجمهورية مصر العربية كأول قائد عربي بعد تدشين فخامة الرئيس المصر عبدالفتاح السيسي رئيسا لها كانت تحمل دلالات وتؤكد على دعم مملكة البحرين قيادة وشعبا لمصر في المرحلة المقبلة من التطوير والنماء فالزيارات المتكررة والمتعددة بين البلدين كانت تترجم التعاون المشترك بين قيادتي ومسؤولي البلدين في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية مصر هي العمق العربي والشقيق الكبرى لمملكة البحرين والعلاقات بينهما ستشهد تطورا ملحوظا وتقدما على كافة الأصعدة بحسب الرؤية الثاقبة لقيادتي البلدين إضافة إلى تموحات شعبهما في علاقات متجدرة وقوية